اهلا وسهلا بكم في برنامج explain مجموعة من برامج التفقيف الصحي التي يقدمها محهد التفقيف الصحي الرائد في تعزيز الصحة التفاعلي يحوي هذا الفيديو معلومات طبية عامة لا تقوم مقام المشورة الطبية من طبيبك او من مقدم الرعاية الصحية اذا كانت لديك اثئلة تتعلق بحالتك الصحية فيجب عليك مراجعة الطبيب او مقدم الرعاية الصحية ساركومت كابوزي مقدمة ساركومت كابوزي هي نوع من سرطانات الجلد وتتسبب ساركومت كابوزي بنمو رقع من نسيج شاد يكون تحت الجلد في بطانة الفم والانف والحل في اعضاء اخرى قد تكون ساركومت كابوزي مهددة للحياة اذا انتشرت للعقد اللنفية او رئتين او الكبد او الامعاء فقد تتسبب ساركومت كابوزي في الامعاء بنسف داخلي شديد وقد تجعل التنفس صعبا اذا انتشرت الى الرئتين يشرح هذا البرنامج التفقيفي ساركومت كابوزي وهو يتناول اسباب المرض واعراضه وتشخيصه وعلاجه تتسبب ساركومت كابوزي باورام جلدية وسمي المرض على اسم طبيب الجلد موريتس كابوزي الذي وصف المرض لاول مرة عام الف وثمانمائة واثنتين وسبعين تكون الاورام الحاصلة بسبب ساركومت كابوزي على شكل رخع بنية او حمراء او رجوانية وهي تبدو عادة في الفم او على القدمين او الكاحلين وقد تنتشر الاورام عبر الجلد او لداخلي الجسم تصيب ساركومت كابوزي عادة المسنين وذوي الاجهزة المناعية الشادة مثل المصابين بعدوى فيروس العوز المناعي البشري الايدز كانت ساركومت كابوزي نادرة الا ان وباء الايدز جعلها اكثر شيوعا فيروس العوز المناعي البشري هو فيروس يتسبب بالايدز فعندما يصاب الشخص بفيروس العوز المناعي البشري فهذا يعني ان فيروس العوز المناعي البشري في جسمه ان فيروس العوز المناعي البشري الايدز يجعل من الصعب على الجسم ان يقاوم العدوى فقد يصاب الشخص بعدوى او اورام لا يستطيع الجسم ان يكافحها بعد الان السرطان يتألف الجسم من خلايا صغيرة جدا تنمو الخلايا السوية في الجسم وتموت بطريقة مضبوطة تظل الخلايا تنقسم وتنمو في بعض الأحيان وتتسبب تلك الخلايا الزائدة بنمو شاذ يطلق على هذا النمو اسم الورم يسمى الورم إن كان لا يغضو الأنسجة وأجزاء الجسم المجاورة في الورم الحميد ويطلق عليه أيضا اسم ممو غير سرطاني الأورام الحميدة غير مهددة للحياة غالبا إذا غزى الورم الأنسجة وأجزاء الجسم المجاورة يسمى بالورم الخبيث أو السرطان الخلايا السرطانية قادرة على الانتشار لأجزاء مختلفة من الجسم ويمكنها الانتشار عبر الأوعية الدموية والأغنية اللمفية اللمف هو سائل رائق يصنعه الجسم وهو ينزح الفضلات من الخلايا وهو ينتخل من خلال أوعية خاصة وبنى لها شكل حبة الفاصلياء تسمى بالعقد اللمفية الساركومة هي نوع من السرطان يمكن أن يحدث في مواقع مختلفة من الجسم الساركومة مصطلح عام لمجموعة عريضة من السرطانات التي تتضمن أوراما تتشكل في العظام وفي الأنسجة الرخوة ساركومة كابوزي هي ساركومة تصيب الأنسجة الرخوة تنشأ ساركومة كابوزي في الخلايا التي تبطن الأوعية اللمفية أو الدموية يعرف السرطان الذي ينتقل من نسيج إلى أجزاء أخرى في الجسم باسم السرطان النقيلي فمثلا يمكن لساركومة كابوزي على القدمين أن تنتقل إلى الردلين والدراعين واليدين برعاية محهد تثقيف المرضى www.patient-education.com أكثر من خمسة آلاب من مقاطع الفيديو والبرامج التفاعلية الأسباب يكون من المستحيل عادة تحديد سبب السرطان عند فرد ما بيد أننا نعرف ما أسباب ساركومة كابوزي تحدث ساركومة كابوزي بسبب فيروس الهيربيز لا يظهر معظم الناس الذين يصابون بعدوى الفيروس أي تأعراب حيث يبقي الجهاز المناعي المعافى تلك العدوى تحت السيطرة ولا تحدث ساركومة كابوزي إلا عند كبح الجهاز المناعي يمكن أن ينتقل هذا الفيروس من خلال التقبيل حيث ينتقل عادة عن طريق اللعاب أو البصاق هناك أنواع متعددة لساركومة كابوزي وهي تتضمن ساركومة كابوزي الوبائية أو المرتبطة بالإيدز ساركومة كابوزي الكلاسيكية أو ساركومة كابوزي البحر الأبيض المتوسط ساركومة كابوزي المتوطنة أو الإفريقية ساركومة كابوزي المرتبطة بالسرعي الأعضاء ساركومة كابوزي هي مضاعفة لعدوى فيروس العوز المناعي البشري الإيدز تصيب ساركومة كابوزي الكلاسيكية المسنين الذين يعيشون في مناطق البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط وشرقي أوروبا تصيب ساركومة كابوزي الكلاسيكية الرجال أكثر من النساء وتنتشر عادة بشكل أبطأ من ساركومة كابوزي المرتبطة بالإيدز لأن غير المصابين بفيروس العوز المناعي البشري الإيدز لديهم جهاز مناعي أقوى تصيب ساركومة كابوزي المتوطنة الناس الساكنين في إفريقيا وهي تصيب عادة أشخاص بأعمار أصغر من أربعين سنة يُعطى المريض بعد ذرع عضو ما أدوية لكبح جهازه المناعي عادة لمنع الجسم من رفض العضو فإذا ضعف الجهاز المناعي يكون الشخص تحت خطورة الإصابة بعدوى فيروس يتسبب بساركومة كابوزي الأعراض تظهر ساركومة كابوزي عادة على شكل أورام على الجلد أو داخل الفم تكون الأورام بلون أرجواني أو أحمر أو بني عادة وقد تظهر على شكل رقع من جلد أملس غير مرتفع لويحات أو مناطق مسطحة تكون مرتفعة قليلا عقيدات أو كتل تعرف بالآفات تحدث الآفات الحاصلة بسبب ساركومة كابوزي في المقام الأول على الوجه أو الرجلين غير أنها قد تحدث في أي مكان آخر على الجسم وهي قد تظهر داخل الفم أو الحلق أو الأنف قد تبدو الآفات قبيحة غير أنها ليست مؤلمة أو حاكة عادة قد تتسبب بعض الآفات التي تنمو على الرجلين أو المنطقة الأوروبية بأن تتورم الرجلان أو القدمان على نحو مؤلم يمكن للآفات في الرئتين أن تسد جزءا من المسلك الهوائي وهذا قد يجعل التنفس صعبا وقد تتسبب ساركومة كابوزي في الرئتين بالسعال المدمة قد تتسبب الآفات التي تحدث في الأمعاء بما يلي ألم بطني إسهال نسف من الشرج التشخيص وتحديد المرحلة غالبا ما تكتشف ساركومة كابوزي عندما يلاحظ المريض وجود آفات على جلده أو في فمه وتكتشف ساركومة كابوزي أحيانا خلال فحص جسمي روتيني سيحاول مقدم الرعاية الصحية في حال وجود أعراض ساركومة كابوزي عند المريض أن يكتشف ما إذا كانت ساركومة كابوزي هي السبب سوف يسأل مقدم الرعاية الصحية المريض عن تاريخه الطبي الشخصي والعائلي وسيجري فحصا جسديا تحدث آفات ساركومة كابوزي في المستقيم أحيانا وقد يكون مقدم الرعاية الصحية قادرا على الشعور بتلك الآفات من خلال الفحص بالإصبع المكسوي بالقفاز كما قد يفحص عينة من البراز للبحث عن الدم في البراز فيمكن أن تتسبب ساركومة كابوزي في الأمعاء بالنسف سوف يأخذ مقدم الرعاية الصحية لتشخيص ساركومة كابوزي عينة صغيرة من نسيج الآفة وسيرسلها إلى المختبر كي تحلل ويطلق على هذا اسم الخزعة سوف يجري مقدم الرعاية الصحية إذا كان لدى المريض آفات جلدية خزعة بالمنقب حيث يسحب قطع نسيجية دقيقة ومدورة وإذا استؤصلت كامل الآفة يطلق على ذلك اسم الخزعة الاستئصالية يستطيع طبيب الجلد غالبا أن يشخص ساركومة كابوزي بمشاهدة الخلايا في عينة الخزعة تحت المجهر قد يطلب مقدم الرعاية الصحية صور أشعة سينية للرئتين ليرى ما إذا كان فيها ساركومة كابوزي وقد يجري تنظير القصبات للتحقق من الآفات في الرئتين والرغامة تنظير القصبات هو إجراء يستخدم منظار قصبات لتفحص صباط الرغامة والرغامة هي الممر الهوائي الذي يدخل الهواء إلى الرئتين ويخرجه منهما وتعرف أيضا باسم القصبة الهوائية قد يجري مقدم الرعاية الصحية للتحقق من وجود ساركومة كابوزي في المعدة والأمعاء تنظيرا هضميا وهو إجراء يستخدم منظارا داخليا لفحص الجسم من الداخل سوف يحدد مقدم الرعاية الصحية إذا كان المريض مصابا بساركومة كابوزي مرحلة السرطان تحديد مرحلة السرطان هي محاولة لمعرفة ما إذا كان السرطان قد انتشر وإلى أي أجزاء من الجسم في حال انتشاره ليس هناك نظام واحد لتحديد المراحل يستخدمه كل الأطباء في ساركومة كابوزي غير أن المراحل توصف عادة لاستخدام الأرقام من واحد إلى أربعة يشير الرقم الأصغر لمرحلة أبكر تحديد مرحلة السرطان مفيد في تحديد أفضل طرق العلاج إذا انتشرت ساركومة كابوزي إلى العقد اللنفية المجاورة فبإمكانها الانتشار لمناطق أخرى من الجسم ساركومة كابوزي يمكن أن تعالج ويمكن للشخص الذي تشخص إصابته بساركومة كابوزي أن يدخل في هدأة والهدأة هي تناقص أو اختفاء لأعراض وعلامات السرطان ويمكن علاج ساركومة كابوزي باستخدام العدوية المضادة للأيدز عند مرضى الأيدز المعالجة الكيميائية المعالجة الشعاعية الجراحة ويمكن استخدام توليف من تلك العلاجات ويعتمد نوع المعالجة المستخدمة على حجم وموقع الورم مرحلة المرض الحالة العامة للمريض قد تكون جرعة منخفضة من المعالجة الشعاعية فعالة لعلاج الحالات الخفيفة من ساركومة كابوزي إلا أنه في الحالات الأكثر شدة يمكن استخدام الأدوية المضادة للسرطان لإبطاء انتشار الورم المعالجة الكيميائية هي استخدام أدوية لقتل الخلايا السرطانية وتغطى المعالجة الكيميائية عادة في مجرى الدم عبر الوريد تستخدم المعالجة الشعاعية أشعة عالية الطاقة لقتل الخلايا السرطانية ومنعها من النمو والانتشار يأتي الإشاع الذي يعالج الخلايا من آلة تصلت الأشعة على منطقة محددة من الجسم الجراحة لاستئصال الورم هي العلاج الأكثر شيوعا لساركومات النسيجي الرخو تستأصل الجراحة السرطان وبعض الأنسجة المعافاة المحيطة به إذا كانت الساركومة قد انتشرت فيمكن إجراء جراحة استئصالية للأورام الأولية والثانوية إذا كانت ساركومة كابوذي قد انتشرت إلى الأعصاب أو الشرايين أو العضلات أو أحد الضراعين أو أحد الرجلين فقد يكون البتر ضروريا لإذالة جميع الخلايا السرطانية إلا أن مشاركة المعالجة الكيميائية والإشعاع قبل الجراحة أو بعدها تجعل الجراحة المستبقية للطرف ممكنة في معظم الحالات كما قد تتوفر تجارب سريرية للمرضى المصابين بساركومة كابوذي تختبر التجارب السريرية طرق وأنواع علاجات طبية جديدة قد تؤدي ساركومة كابوذي وعلاجاتها لمشاكل صحية أخرى من المهم الحصول على عناية داعمة قبل علاج السرطان وفي أثنائه وبعده العناية الداعمة هي معالجة لضبط الأعراض تخفيف الآثار الجانبية للعلاج المساعدة على التعامل مع الانفعالات كما تتعامل العناية الداعمة مع الألم المصاحب للسرطان وعلاجاته قد يشير مقدم الرعاية الصحية أو اختصاصي ضبط الألم إلى طرق لتسكين الألم أو تقليله إذا أعجبك هذا الفيديو الرجاء الإعجاب والمشاركة لمشاهدة فيديوهات مشابهة يرجى الاشتراك في القناة ساركومة كابوزي هي نوع من سرطانات الجلد وتتسبب ساركومة كابوزي بنمو رقع من نسيج شاد تكون تحت الجلد في بطانة الفم والأنف والحلق في أعضاء أخرى قد تكون ساركومة كابوزي مهددة للحياة إذا انتشرت للعقد اللنفية أو الرئتين أو الكبد أو الأمعاء تصيب ساركومة كابوزي عادة المسنين وذو الأجهزة المناعية الشادة مثل المصابين بعدوى فيروس العوض المناعي البشري الأيدز كانت ساركومة كابوزي نادرة إلا أن وباء الأيدز جعلها أكثر شيوعا ويمكن علاج ساركومة كابوزي باستخدام الأدوية المضادة للأيدز عند مرضى الأيدز المعالجة الكيميائية المعالجة الشعاعية الجراحة ويمكن استخدام توليفة ما من تلك العلاجات شكرا لاستخدامكم برنامج إكس بلين شكرا لاستخدامكم برنامج إكس بلين شكرا لاستخدامكم برنامج السياة شكرا لاستخدامكم برنامج إكس بلين